بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. اه النهاردة هنتكلم مع بعض او هنفسر مع بعض رمز جديد وهو رمز الصلاة اه في المسجد الاقصى او رؤية المسجد الاقصى بشكل عام. اه اولا رؤية المسجد الاقصى اه بشكل عام في المنام من الرموز اللي بتكون محمودة جدا رؤيتها اه في المنام. اه اولا بيدل اول حاجة لو شايف الرائي انه بيصلي في المسجد الاقصى فدي من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنية. وتحقيق امنية كانت صعبة جدا على الرائي او كانت صعبة المنال او صعبة ان هو يوصل لها. فمن الرموز المبشرة بتحقيق الامنية دي. آآ كمان آآ بيدل على سفر. آآ سفر يمكن آآ سفر بشكل عام او سفر آآ لبلاد الشام بشكل خاص. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على بركة وعلى خير وعلى صلاح حال الرائي آآ بشكل عام. كمان من الرموز اللي بتدل على استرداد حق او رد مظالم آآ لو كان الرائي في خصومه بينه وبين حد فمن الرموز اللي بتبشره بان هو هيسترد آآ حقه او هيرفع عنه الظلم. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على زواج آآ رؤية المسجد الاقصى من الرموز اللي بتدل على زواج. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على حدوث آية او آآ شيء آآ يعني او شيء آآ مستحيل في حياة الرائي آآ بشكل عام.